ولعلي الآن أذكر شيئا مما يتعلق بقوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون فهذه الآية نزلت في الأخنس ابن شريق وكان رجلا له كلام يأخذ بالألباب من حلاوته مع حلاوة منظره وكان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب من الأقوال والأفعال ولكنه يطوي بقلبه ما يضاد ذلك من كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظهر له ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم ويضمر في قلبه خلاف ذلك فأنزل رب العزة والجلال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون فهؤلاء يكتمون في صدورهم من العداوة ما الله به عليم وبالتالي وصفهم الله بأنهم يثنون صدورهم